والنبي يا سامبو تسمع كلامه بلاش من الموضوع بتاعك ده ونروح يا عمي نزاكر بلاش فضايا حكتر من كده وبلاش موضوع بلاستيشن ده طب اي رأيك يا صاحبي انا روح نجيبتي سان اون دومي وانا راحنا كلهم عندي في البيت وحنا بنزاكر واني اللي هدفع حسابهم كمان يا عمي اي رأيك يا ابنم ذاكرت ايه كلام فاضي ايه اسمع يا حماسة انا بك او بغيرك هروح البيلاستيشن مش هتقدر تمنعي فاش مع صاحبه هتجي معي ولا روح لوحدي لا لا خلصت سامبو اجي معك يا صاحبه بس خليك فاكر يا زميلي انت قلت بعد ما نخلص الساعة البلاستيشن راح نزاكر عندي في البيت ايوة عمي فاكر فاكر ما تقلاش وده حاجة تتنسو برضه يالله بس انت انجز عشان ما نتأخرش ونلحق نزاكر كلمتان بدر بدر حاضرة سامبو اما تشوف اخرتها معك يا أولاد الاه ده انت بالذات احمصة الاستاذ قالك ما تروحش البلاستيشن تاني انا لازم اروح اقولي الاستاذ يالله اهو بالمرة يحبيني وزودني درجات اعمال السنة يا مستر عايز اي سامبو وايه اللي جابك المدرس التاني يا مش معاد المدرس اخرص ومفروض تكون مروحة لا لا ما نرجعت عشان حاجة تاني يا مستر قل عايز اي سامبو مش حضرتك قلت الحماصة ابن المعلم حنف معادش يروح البلاستيشن تاني ايوة انا قلت له كده وانت بتسأل لا يا سامبو لا ما فيش حاجة يا مستر بس انا حبيت اجا اقولك انه وقف في طرقة المدرس اسمعت السامبو بيوحى حماصة بيقول له تعال ان روح نلعب بلاستيشن انت متأكد من كلام ده يا سامبو ايوة يا مستر متأكد وسمعه ممال يعني اجا اقول لحضرتك كده كلام في الفضي بس هارت بقى يا مستر تتواصل بها بدرجات اعمال السنة والله انا بحبك يا مستر او بجيب لك كل اخبار العالي الفاشلة دي حاضر يا سامبو لديك الدرجات اللي انت عاوزها بس اقول لك ما تعرفش وما روحها ايه بلاستيشن تقريبا كده يا مستر ايروح البلاستيشن اللي في اخر الحال لو بيقوله يا مستر انه وما يقعده ساعة و ساعتاني نا يعني ده يا مستر تلحق تروح له معشان تقفيش وما معدين بيلعبه انت عارف هذا يا سامبو لو كلامك ده طلع صح؟ اتعمل ليه يا مستر اكيد يا مستر هتديني درجات اعمال السنة كلها صح؟ اه ده عليك يا سامبو ما تقلقش بس العال ده يبقى يوم ما معاه مش فايد وكل ده بسبب الواد سامبو الفاشل اللي مبوز حماسة ومفشله الواد سامبو ده عي الفاشل وبوز حماسة وقلت له ابو متمره ما عدت اجتماشت حماسة مع الواد ده بس الواد حماسة للأسف ما بيسمعش الكلام الواد حماسة ده كان قبل ما يعرف السامبو كان الواد شاطر ما فيه ازاي وكان من مجتهدين بس نعمل ايه؟ من ساعة ما راحت بلاي ستيشن وهو اما الوقات يا مستر اهم حاجة تقوم تلحقه من الوقت قبل ما يخلصوا اللعبة ويمشوا ويريد بقى يا مستر ما تنسانيش في درجات اعمال السنة وانا اي حاجة عرفها بعد كده اجي اقول لك على الطاق خلاص يا سامبو ما تقلقش روحين تروح عشان اهلك ما يقلقش عليك حاضرا مستر حلو تكسام بو اللحي يا ابني ده تلك جون اجابه فيك وانت متش عارف تعمل حاجة انت متش من مستوى ابني بصراحة انت بقى مستوى في اللعبة دي وعش او هدى حماسة ما بقيتش بطرف تلعب زي زمان خالص مالك كده الصاحب ما تنشف عامي مالك خاف من اه؟ عارف كل ده لا يا صاحبي لا عشان انت بقيت شغل دماغي في المذاكرة صاحبه عاوز تنجح يا ابني احنا اللذانة داته مش فرق معا مذاكرة ولا نجاح ولا اي نصيب ما تسترجل عنه انت هتصيط واني من يوم ما عرفتك واني بعنجح ده انا بقيت فاشل واني قابلني يقولي يا فاشل اصدق يا ده انت لا لا يا عمي ما اصدق يلا يا عمي فدك من كلامه يلا انكمل لعد ايوة انكمل طبعا وما تجيب ليه صرت المذاكرة دي التانى عشان انا بداي منه المذاكرة قاله كلام فاضي والله ما انا عارف الودة مين بوز اخلاقه وعمل في كده اللي بتعمله ده حماسة أستاذ خالد ايه اللي بتعمله ده حماسة انت اولوا تسامبو استاذ صدقنا احنا كنا هنقلص ونروح ان اذكر الوقت ده هو ده كلام اللي انت فاقنا عليها حماسة اخر مرة برضه ما اولي ما اولي اقولك حضرتك فاهم غلط يا مستر فاهم غلط ازاي عنها حماسة انا مش المرة اللي فاتت لما افشتكم قلتولي معدتش هتجو هنا خلص البلاي ستيشن اه حصل يا مستر طب وايه اللي جابك تانى غلطة يا مستر ومش هتتكرر تانى غلطة وندمان على ازاي دهنا يا مستر غلطة ومش هتتكرر تانى وعقر مرة ولو مش مزيك تانى تانى اعمل اللي انت عاوزه ازاي يعنا غلطة ومش هتتكرر تانى حماسة ما المرة اللي فاتت قلتلي كده برضه هو كل مرة يا مستر على فكرة احنا كنا متفقنا هنلعب ساعة واحدة بس ونروح نذكر الوقت طب قل يا حماسة انت بوك المعلم احنا في عرف اللي انت بتلعب هنا بالاستيشن لا بزراعة مصدر ما يعرف وفيه يعني يا مستر احنا جانا نلعب بس ساعة بالاستيشن ونروح تانى على فكرة مستر انا كنت متفق مع حماسة نحن نقلص الساعة لعنا ان نلعبها هنا ونروح نذكر على طاق اسكت انت من الآكرة يا فاشل انت من ساعة ما تلميت على حماسة وانت بوصته ومعدش بيذكره بقى من الفاشلين يا فاشل الودة ما كانش كده خلق لا مستر انا ما بوصيش على الدول اللي كان بوص غلقه لا بوصت يا سامبو قلته ما بقى ايجي ذكره ولا مؤتم بدروسه الودة كان اشتر واحد عندي في الفاصل بعد ما صاحبك وتعرف على بقى مستوى كل يوم في النازل وبقى الدرجات كلها زي زيفت يا أستاذ مش انا السببها استاذ ما تحملنيش غلطاته كلها أستاذ لا انت سبب يا سامبو قل لي مين صاحب فكرة ان انت تكن تلعب بالاستيشن هنا بعد المدرسة السامبو يا أستاذ اه فتان اه مش هيا دي الحياة اول انا غلطة تقدر تنكر دي كمان اه شوف تاستاذ سامبو يا أستاذ بس بصراحة انا كنا متفقنا نقلص الساعة انا ونرأني ذاكر ما حصلش حاجة يعني ومعديش هتتكرر او استاء لا حماسة انت جيت هنا من غير ما اتعرفنا ولا اتعرف يا بوك المعلم حنف واني منعك قبل كده وقبتلك ما حدتش تلعب بالاستيشن عشان تذكر وتنجح تفتكر يا حماسة لو بوك المعلم حنف اتصل بها الوقت وقال لي الواد راح فين اقول له ايه مطرد اقول له انا اقول له ايه انا ساعة ايه اه مو مش عارف بصراحة انا بقى اعارف اقول له ايه حماسة اقول له ان ابنك بعد ما قلص المدرسة راح يلعب بالاستيشن من غير ما يقوله ولا يعرفه ولازم اخليه حسبك يا حماسة عشان تسمع الكلام بعد كده لا 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 بلاجه والنبي او استاذ عكان قطر ده اخر مرة زاعل منا بص يا استاذ والنبي ما تقول له حاجة وانحنا معنش انيجي هنا تاني راح نقلص اتعلمنا الدرس لا لازم اقول له يا حماسة واعرفه عشان ده كان كلامك في المرة اللي فاتت برضه فاكر يا حماسة المرة اللي فاتت لما عادت تقول له معدتش عاملها تاني ومعدتش هاجي صح ولا لا حماسة بصراحة اه عندك اه بس انا بصراحة المرة دي باوعدك ما عادتش هاجي هنا تاني اه استاذ واني كمان باوعدك انا ما عادتش هاجي هنا تاني بس والنبي او استاذ ما تقولش له ابوه المعلم حنفي لا اقول له عشان ابوك المعلم حنفي سيبك اما انا فرقبتي العاب كويس يا رجالي وانسوا متحناتكم ودرسكم ومزكريتكم يا رجالي على ممدة كان اخر تحذير وهتشوفه عامل فيكو يا انت بتبصلي كده لا يا دي انت عجبك كده يا سامبو انت السبب في كل اللي بيحصل ده فاعم او انا السبب له او انا اللي عرفته مكاننا بس انا لازم اعرف من اللي قاله على مكاننا وحسبه يا عم اسكت بقى انت لسه متعلمتش ده بدل من قوم نصلى حاجة من اللي انا غلطنا فيه وبعدها انت عايز تعرف من اللي قاله على مكاننا وطروح تتغنق معاه طب ده كويس يا سامبو انه عارف مكاننا عشان يفوقنا من الغلط اللي احنا بنعمله احنا كل هوم يا صاحبي بنسيب دروسنا ومزاكرتنا ومستعبالنا ونجي نلعب بلاستاشي انا صاحبي وطول الليل بنلعب في باب جي ونسيبين المزاكرة لانا ما بقيتش افتح الكتاب خالص ولما بفتحها يا صاحبي ما بفهمش منه حاجة يا حماسة عادة يا حماسة انتمالك كده مكبر المراكرة اللي هو عامل لك معزنك وايه المشكلة يعني لما ما تفهمش حاجة؟ هو احنا اول ناس والا اخر ناس ما عادة يا عام مكبر اقولك اهم حاجة ان احنا بنلعب ونتبصغ يا صاحبي يعني انت برضو شايف كده يا صاحبي اه شايف كده والكل شايف كده والناس كلها شايفة كده غريبة دي امال انا شايف عكسي كده خالص لا يا سامبو دي نبقى بيصعب علي بيشتغل اول ونهارة عشان يديني المصروف وانجح وابقى كويس وفي الاخر ادحك علي واخد الفلوس واجه لعب هنا بلاي ستيشن يا عام وفا اي يعني واحنا اول ناس والا اخر ناس كل ده بسببك يا سامبو الله يسمحك يا صاحبي ده انا عامل حتة مفاجأة للوات حماسة بعد ما انجح ان شاء الله امو حماسة اه ده بجده حاج مفاجأة اه جاهزت الفلوس اللي اجيب له بقى العجلة اللي كان نفسه فيها واتفقته مع الراجل عليها واجبها له بكرة وعنها له فوق الدولاب وبعد ما انجح اننزلها له من اللي بيرين عليك ده حاج؟ ده الاستاذ بتاع الوات حماسة يا ترى بيرين عليها للوقت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي كمعلم حنف اعمل ايه؟ الحمد لله استاذ انا باتصل بك بخصوص ابنك حماسة معلم حنف ايه ماله حماسة او عمل حاجة في المرسة ولا ايه؟ ابنك حماسة بيبس كل يوم عن اللي قبل او امعلم حنف ايه؟ اي ده ليه بس كده او استاذه وعمل ايه؟ امعلم حنف الوات حماسة ما عادش بيسمع الكلام وكل يوم مستوى في النازل ليه ضيب ده كله؟ لانا حتى كل شيء بقوله زاكرة حماسة زاكرة حماسة او عامل حاجة طيب ما تغبيش عليها او استاذه وقوله او عامل ايه؟ يرضيك النهاردة ان واحد صاحبه يبلغني ان هو راح البلايستيشن او صاحب السامبو؟ او معقول لا طبعا ما يرضنيك او استاذه بس ما هو ممكن يكون صاحبه ده بيكذب عليكم اضغاز منه وما يرحش ولا حاجة لا امعلم حنف ما بيكذبك لان ان روحت لهم فعلا ان البلايستيشن ولاته هو صاحبه قاعدين بيلعبه ايه ده بجد؟ ايه امعلم حنف وكل يوم على كده بيقلص المدرسة وروح يلعب بلايستيشن او الولاد سامبو؟ كل يوم ده على كده بياخد المصرف اللي بدي اقوله بروح بيصرفه على البلايستيشن هو بالظبط كده امعلم حنفك وكل ده بسبب صاحبه سامبو الفاشل ابنك حمصة من بعد ما عارف السامبو هو بطل يزاكر وبطل ياخد باله من درس امعلم حنفك لو بقى على طول يقعد في الدرس معي ما مش مركز ما قال كل ده من ابن حمصة؟ ايوه معلم حنف وانا قلت له ان انا هتصل على ابوك وبلغه كل حاجة ماشا مستر شكرا خد بالك من ابنك امعلم حنف اللي انه بدأ يبوص ولو سيبت اكتر من كده معلم حنف هيبقى فاشل حاضره مستر اكلمه اول ما يجي ماشا معلم حنف سلاء سلاء ابنك بقى فاشل امو حمصة الاساس دي السام كلمني ان معتك بيزاكر وبقى فاشل وبطل ياخد باله من مذاكرته ودرسه كل ده متعرف على صاحبه الفاشل للوات سامبو فانا ام حمصة اتحب واشتغل ايكان اجيب له مصروف ايكان يبقى جدع ويزاكر واعتمد على نفسه ويطلع فاشل ماشا حمصة سلام عليكم ما لك حاج فال ابني هو انا اصرت معك في حاجة لو ما اصرتش معها بصراحة بس اللي بتقولك ده يا حاجة هو في حاجة ديئتك مني الاستاس بتاعك لسه قافل معي يا حمصة ايه ده هو اتصل بك برضه ده انا كنت محلفه ان ما قدتش اعمل كده تاني انا اسفة حاجة بص انا عارف ان انا غلطة وعارف ان انا اسدال اي حاجة انت تعملها يا ابني والله انا بتعبك انا اجيبلك الفلوس اللي بتتعلم بها دي والله اعارف حاجة بس انا مكنتش عايزة اروح البلاستيشن بصراحة حاجة سامبو اللي قال لي وما وفقتش ان لما قال لي ان رأى نلعب ساعة ونرجع ان اذاكر انا تاني يا حمصة الاستاس بتاعك لسه قافل معي وبيقولك مستوىك بقى في النازل يعني ممكن تسقط السنة دي يعني انا اتعب طول اليوم في الشوغل عشان اجيبلك الفلوس اللي تتعلم به وفي الاخر تسقط يا حاجة لا مش اسقط متغافش انا خلاص حرامت اعمل كده تاني تم انتا قلت كده برضه المرة اللي فاتت حمصة وبرضو رحت البلاستيشن يا ابن اتذكر امتا يا ابن امتا احنات غلاص دغلة عايز تجيب ملاحة زي السنة اللي فاتت برضو كل سنة لازم تعيد يا ابن حرام عليك اني بتعب عشان تتعلم ويبقى لك مستقبة طب دانا كنت مجايز لك مفاجئة حلو اول ما تنجح كنت غلاص اجيبلك عجلة جديدة واشلالك فوه الدلاء يا حاجة انا اسف والله ما كان اصدق خلاص اوعدك ان اذاكر من النهاردة واستعال اروح العب في البلاستيشن تاني واشوف دروسي والمرة دا مش كلمه وخلاص على فكرة بوعد منا عجي استعال اعمل كده تاني بانت عاوز يسقط حمصة اوضمر مستقبلك ويتزعلنا عليك لا 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 خلاص اعاج والله ما في حاجة من المعروض دا هتحصل بإذن الله من النهاردة هزاكر وهاكتهت وهاعد السنة واخد العاجة لأعاج ومش هلعب تاني مع سامبه في البلاستيشن ولو قال تاني تعال اروح البلاستيشن انا لمش هرضى حتى لو ديها وعدها حاجة مش هوافق ولا انا اراح معاه يا ابنه واني باتعب وبعمل لده كله معشان مستقبلك حمصة عارف ومتأكد حاجة بس انا خلاص محطش اعمل كده تاني مش عايز اسمع من استوز خالص ان انت بعد المدرسة اخدت السامبه وروحت البلاستيشن حمصة ماشي حمصة لا خلاص احاجة دا اخر مرة والسامبه دا انا محطش اعرفه تاني انا عارف انني من يوم ما صاحبته واني بقيت فاشل وبقيت بنام كله متاخره حتى بلعب باب جانا والسامبه وبروح الصبح ومش مركز في دراسة لا لا خلاص احاجة وعد ان انا قطع علاقتي بي خالص لا يا ابني طبعا ما تعملش كده حاول تنصح دا برضو صاحبه مش يمكن تقدر تنصحه وتخليه انسان كويس وساعتها يبقى صوابك كبير اه حمصة